السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات أحية طيبة لكم يوم الأحد الأول من شهر أوغسط 2021 أهم أخبار ألمانيا سجلت في الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة 1997 حالة وتوفي شخص واحد وعدد الحالات الجديدة لكل 100 ألف نسمة هو 17.5 حالة جديدة عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة للقاح ومن ضمنهم الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين هو 51.241.053 أي بمعدل 61.6% من سكان ألمانيا وحصل على جرعتين أصدقائي 43.213.380 أي بمعدل 52.5% من سكان ألمانيا رغم قرار منع 13 مظاهرة في مدينة برلين نظمها معارضي قوانين كورونا وكان سوف يشارك فيها 22.500 شخص رغم ذلك خرج اليوم الآلاف من سكان ألمانيا في شوارع العاصمة الألمانية برلين وتعرضت لهم الشرطة وطلبت منهم إخلاء الشوارع لأن المظاهرة غير مصرح لها السلطات الألمانية بررت منع المظاهرة بسبب عدم وجود ضمانة بالتزام المتظاهرين بلبس الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي ولكي لا تتسبب المظاهرة بانتشار حالات جديدة رغم ذلك خرج حسب الشرطة الألمانية خمسة آلاف شخص إلى شوارع برلين ويطالبون بإنهاء كل إجراءات كورونا وإعادة الحياة إلى طبيعتها ويرفضون اللقاح ويرفضون لبس الكمامة ويحملون لافتات مكتوب فيها سلام حرية لا للدكتاتورية أو لافتات مكتوب فيها لا للفحص لا يوجد وباء طلبت منهم الشرطة الألمانية إخلاء الشوارع لأن خروجهم وتضاهرهم غير مصرح به وغير قانوني وشارك أيضا 2250 شرطيا ألمانيا حصلت بعض المناوشات مع الشرطة وحصلت اعتقالات أصدقائي وأيضا تغريم المخالفين ويمكن أن تصل الغرامة إلى ألف يورو قالت الصحافة الألمانية أنه قريبا سوف يتم اعتماد جرعة ثالثة للقاح في ألمانيا وسوف تقوم وزارة الصحة يوم غد بمؤتمر صحفي تعرض فيه خطتها للجرعة الثالثة ويرغبون بمنح الجرعة الثالثة بداية من الشهر التاسع لبعض الفئات العمورية أو الناس الذين مناعتهم ضعفة حسب بعض الدراسات تقول أن بعض الفئات العمورية في حاجة إلى الجرعة جديدة لأن جرعتين لا تكفي لتقوية المناعة عندهم حسب دراسات أصدقائي وتخطط وزارة الصحة إلى تشجيع أيضا تلقيح الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة إلى 17 سنة بلقاح بايونتك الألماني بفايز الأمريكي أو بلقاح موديرنا الأمريكي وسوف يتم تلقيح الأطفال والشباب عند طبيب العائلة أو أيضا في مراكز اللقاح وسوف تعمل المقاطعة الألمانية على تشجيع طالبي الجامعات أو من يذهبون إلى مدارس الأوسبلدونج أو المدارس الحكومية بتشجيعهم للحصول على اللقاح وسوف يحصلون على عرض لللقاح اللقاح ليس إجباري إنما هو اختياري بدأت الشرطة الألمانية ببعض المناطق الحدودية بعمل نقاط مراقبة للعائدين إلى ألمانيا بالسيارة بالقطار أو بالحافلة ومراقبة هل يحملون معهم فحصا سلبيا أصدقائي قبل دخولهم إلى ألمانيا يعفى من الفحص السلبي كل من لقح أو كل من يحمل هوية اللقاح أو كل من شفية ويحمل معه ورقة الشفاء غير ذلك كل من يدخل إلى ألمانيا برا أو بحرا أو جوا مجبر إذا لم يكن ملقح أو إذا لم يكن شفية مجبر أن يكون عنده فحص سلبي وإلا سوف يتعرض الشخص إلى غرامات مالية يقبل أيضا فحص أنتيجين تيست أو فحص بيتسي إير نقاط المراقبة قامت بها الشرطة الألمانية في بعض الأوتوبان الطريق السيارة الطريق السريع أو في بعض القطارات أو الحافلات تتكلم الصحافة الألمانية على أنه بعض المناطق في ألمانيا وبعض محلات السوبر ماركت تعاني من نقص في مواد كثيرة ولوحد النقص في بعض محلات السوبر ماركت لأل دي، ليدل، غوسمان أو كوفلاند وهناك أيضا نقص حاد في ورق الحمام أو في الشامبو أو في معجون الأسنان السبب يعود بالخصوص إلى العواصف والفيضانات التي عرفتها أجزاء من ألمانيا لأنه خربت بسبب الفيضانات مخازن للمواد الغدائية في بعض المناطق وأيضا بسبب غلق ميناء صيني كبير من هذا الميناء كانت تأتي أغلب البضائع التي تتواجد بمحلات السوبر ماركت في ألمانيا ويعتبر هذا الميناء هو رابع أكبر ميناء في العالم لكن دولة الصين أغلقت هذا الميناء بسبب انتشار وباء كورونا لذلك سيكون هناك أيضا نقص في الدراجات أصدقائي وأيضا نقص حاد لأن أغلب البضائع تأتي عبر النقل البحري للبواخر الكبيرة المحملة بالبضائع أصدقائي وتوجد هناك حركة ومشاكل في نقلها أصدقائي سننتقل إلى موضوع آخر حسب خبر نشرته جريدة بيلد الألمانية تقول بأن الحكومة الألمانية تلتقي بشكل سري للتفاوض مع جماعة طالبان في دولة قطر بالدوحة وقالت أن الصين وروسيا ودول متعددة دخلوا أيضا في مفاوضات علنية أو سرية مع طالبان ويشارك في المفاوضات ديبلوماسي ألماني مشهور وهو مبعوت الحكومة الألمانية إلى أفغانستان طالبت أيضا حسب جريدة بيلد حركة طالبان من الحكومة الألمانية استمرار ألمانيا دفع مساعدات إعمار أفغانستان إذا استلمت أيضا طالبان الحكمة في أفغانستان وقالوا أن مجموعة من الدول العالمية من بينها أيضا ألمانيا تطلب من حركة طالبان عدم اختطاف أو قتل المواطنين الألمان أو المواطنين من دول أجنبية الذين يتواجدون في أفغانستان ويعملون في هيئات ومنظمات إنسانية لمساعدة الشعب الأفغاني أيضا قالت جريدة بيلد بأنها سألت وزارة الخارجية حول هذا اللقاء السري ووزارة الخارجية جاوبت جريدة بيلد وقالت نعم فعلا حصل لقاء في الدوحة عاصمة قطر بين المبعوث الألماني والتقى بالحكومة الأفغانية المعترف بها عالميا وأيضا التقى أيضا مع حركة طالبان وحركة طالبان تحاول الآن تقوم الآن بحرب في أفغانستان من أجل السيطرة على كل مناطق أفغانستان أصدقائي هذا الأمر يؤدي إلى موجة لجوء جديدة تقلق منها أوروبا كثيرا إذا استلمت حركة طالبان الحكم في أفغانستان هناك خوف كبير بأن يأتي ملايين وآلاف من الأفغان في طريقهم إلى أوروبا رغم استمرار الحرب في أفغانستان ورغم زحف جماعة طالبان أكد وزير الداخلية الألماني السيد زيهوفا أنه سوف يستمر بالترحيل إلى أفغانستان وقال بعد انتهاء الوباء سوف يزيد عدد المرحلين وقال وزير الداخلية الألماني السيد زيهوفا نحن نتحاور الآن مع أفغانستان كي نقوم بترحيل مرتكب الجرائم الذين يحملون الجنسية الأفغانية وإعادتهم إلى أفغانستان الآن سوف نمر إلى بعض المواضيع العالمية والأوروبية في فرنسا خرج أكثر من 200 ألف شخص في شوارع ومدن متعددة في فرنسا يرفضون قوانين كورونا وفي باريس وصل الأمر إلى حصول مناوشات واعتقالات أيضا وطالب بعض المشاركين باستقالة الرئيس الفرنسي كما قالت الصحافة الألمانية وكانوا يهتفون ويقولون ماكرون استقيل تدخلت الشرطة واستعملت المياه لتفرقة المتظاهرين وحصلت اشتباكات واعتقالات المتظاهرون الذين خرجوا في فرنسا ووصل عددهم إلى 200 ألف متظاهر يرفضون إجبارية اللقاح يرفضون قوانين كورونا يرفضون هوية اللقاح ويرفضون الحجر الصحي ويطالبون بإعادة الحياة إلى طبيعتها لكن على حسب استطلاع الرأي نشر أيضا في الصحافة الألمانية فإن أغلبية الفرنسيين تقريبا 62% مع القوانين المتشددة من أجل حماية الشعب الفرنسي من هذا الوباء وأيضا مع هوية اللقاح ومع إجبارية اللقاح يوم 9-8 سوف يحدد هل سوف يدخل هذه القوانين الجديدة الصارمة في فرنسا هوية الصحة التي تسمح للملقحين بالعودة إلى حياتهم وممارسة حياتهم بشكل عادي وأيضا إجبارية اللقاح في بعض المهن سوف يتم تحديد الأمر يوم 8-9 8 أصدقائي في إيطاليا أيضا خرج عدد كبير من المتظاهرين مطالبين بإنهاء القوانين المتشددة في إيطاليا والمطالبين بإلغاء قانون الهوية الخضراء الذي يسمح للملقحين بحريات أكبر وسوف يبدأ بقانون الهوية الخضراء يوم 7-8 ويسمح لكل من لقح بأن الدهاب بشكل عادي إلى المطعم إلى المسبح النوادي المسارح الديسكو وأن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي وشكل عادي لكن هناك من يرفض هذا الأمر في إيطاليا وخرجوا مطالبين بإنهاء هذا الوضع وإعادة الحياة إلى طبيعتها نقلت لكم أصدقائي من مصادر موتوقة جميع الأخبار التي تتكلم عنها ألمانيا أوروبا والعالم هذا اليوم شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء